النادي الاهلي فييلر قرر ان هو عمار حمدي خلاص هيبقى في الاعارة يحدد بقى الاعارة اللي جاية بتاعته زي ما هو عايز ده ما يخص فييلر في النادي الاهلي لان هو شايف ان هتبقى مشاركة عمار حمدي معاه صعبا وعمار في احتياج شديد ان هو يشارك الفترة القادمة فييلر بيمتلك من الاوراق كتير جدا 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 اللي تقدر ان هي تشتغل بشكل جيد جدا ده ما يخص النادي الاهلي ما يخص ايضا في النادي الاهلي قهربة كهرباء المحامي الخاص بكهرباء قدم شكوى في نادي الزمالك في الاتحاد الدولي كل الأنباء وكل التوقعات القانونية بتقول صحة موقف نادي الزمالك وقوة موقف نادي الزمالك في هذه الأزمة وأن النادي الزمالك هياخد غرامة مبلغ كبير وإيقاف أو غرامة مالية ما يحدده فالمحامي بتاع كهرباء رايح معتقد أن دي ممكن تشيل دي ولكن رأي القانونيين أن ده مسألة ودي مسألة مختلفة تماما النادي الأهلي بنأمن نفسه 100% في هذه الأزمة لأن مضي قهرباء على وراء أنه هو اللي حيتحمل القيمة المالية فإذا الأهلي برق الجيم بشكل كبير جدا 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 نادي الزمالك عشان بس الأمور تبقى واضحة في الحتة دي ولسنا مع طرف تربطنا بالجميع علاقات طيبة جدا 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 ولكن شهادة حق أمام الله يعني شهادة حق المعلومة اللي أنا مش عارفها ما بقولهاش اللي أنا عارفها بقولها وبقوة وبوضوح ومش دفاعا عن حد ومش حد ما حد عشان الأمور تبقى واضحة